مشاهدين الكرام مساء الخير على حضراتكم مجددا الأسبوع اللي فات كان معنا الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتضيات الصحة وعلم انتشار الأوباء والحقيقة جات لنا ردود أفعال كبيرة جدا 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 على ما تقدم بيه وتفضل بيه فيما تعلق بيه شرح وتحليل أرقام حبتاعتنا إيه البيك بتاعنا إمتى الظروة هنوصلها قد إيه لذلك ده كان الهدف الأساسي إن احنا نكمل الجزء التاني من تحليل الأرقام المختلفة أنا بيشرفني معاهي في الستوديو دكتور إسلام عنان سهل خير دكتور سهل خير شرفنا ومنورنا شكرا يا فندم الله يخليك النهاردة للأسف أول مرة بتزيد أرقام الإصابات عن 200 حالة إصابة بنتكلم في 230 حالة إصابة زي 11 وفاة يقلقنا أم لا؟ لغاية دلوقتي خلينا نقول إن معدل الإصابات لسه أفق يعني إحنا المنحنة بتاعنا بيصعد بس مش بيصعد بعنف يعني مش زي الكرفات اللي شفناها في أول الصين أو في زي إيطاليا أو أمريكا لسه التصاعد فيه بطيقة فإلى حد ما ده نطمننا إن إحنا لسه ماشيين في السيناريو الآمن إحنا زي ما كنا تكلمنا مرة اللي فاتت فيه سيناريو آمن إحنا لسه موجودين فيه معدلات الوفيات واللي إحنا كنا تكلمنا فيها كتير اللي دي أكتر حاجة مهمة وأكتر حاجة بنركز عليها هي اللي لسه فيه ورده مستوى الأمن إحنا قلنا معدل الأسبوعي هو عشر وفيات في اليوم عشر وفيات بلس أور ماينوس زائد أو ناقص ثلاث وفيات ثلاث حالات طالما إحنا لسه في الرينج ده ده معناه أنه ما فيش ازدياد إحنا لسه ما عندناش حالات ازدياد في الوفيات فده شيء مطمن ليه الإصابات نرجع سريعا كده ليه الإصابات مش بنركز فيها قوي لأنها معتمدة اعتماد كله على عدد المسحات يعني حتى التصريحات الأخيرة من جوه الوزارة ومن المسؤولين إن المسحات دايما هي اللي بتبين لنا فيه كام إصابة ده في كل بلاد العالم مش في مصر بس لأن طبعا 80% من الحالات بتبقى خفيفة الأعراض مش هتبانر إذا كنت أنا اللي هروح عمل لهم التحليل أكيد مش هما اللي بيقوا إحنا معدل مساحتنا قد إيد لقاته دكتور هو الأرقام مش بتحدث يوميا يعني في بعض البلاد بتحط البيانات بتقاتيها يوميا وإحنا لحد ما مش مش updated يعني يوم بيوم فالأرقام تتروح في حدود 50 ألف تحليل من ساعة ما بدأ الأزمة لغاية الآن لكن مش موجودة بصفة دورية يوم بيوم لما موجودة بصفة دورية ده بيساعدنا أن احنا نعرف نشوف الإصابات توصل لفين بعد قد إيه هذا طبعا صعب لأنها زي ما ندامح نقول كده فيه حاجة نقول data in information out بالضبط لما نكون عندنا أرقام نعرف نطلع تحليل وبيانات فلذلك احنا ما نعتمدناش على الإصابات الوفيات هي اللي عندنا ليها أرقام مسبتة فتطلع لنا تحليل أحسن طيب ناس كتير النهاردة قالت هل زي كده الدولة عايزة تقلل عدد الإصابات وفي نفس الوقت فتحت وزودت أو قللت من فترة الحظر بدل ما كان 8 حتى صباحا بقت 9 حتى 6 صباحا هل التقليل ده بيأثر سلبيا من وجهة نظر حريك بقى أنت بتقرأ الموضوع بشكل مختلف كأرقام مداتة وتحليل هو اللي احنا فيه ده قريب من المعظم بلاد العالم فيه يعني ألمانيا نفس الستويشن وأمريكا عندها نفس المشكلة البلاد الإسكندينيفية أسيا اللي هي أنا هقدر أستمر في الإغلاق لإمتى فهي لها سيناريوهات مختلفة يعني السيناريو المشهور هو أن أنت تفتح فتح جزء للاقتصاد من غير ما الأرقام تزيد طبعا المعادلة ده صعبة جدا لأنها محتاجة شوية شروط ألمانيا مثلا محطة البلان حطتها وحطت معها 800 مليار يورو بس عشان تعرف تفتح فتح جزء تفتح المدن الصناعية واتطهرها تماما مارسيديس خلاص هتفتح بمدابليو هتفتح بس هيبقى المدن بتاعتها مغلقة تماما كل الموظفين اللي شغالين وكل العمال بيلبسوا الألبسة الواقية يعني 100% ما ينفعش أن يبقى فيه شخص مصاب داخل المدينة الصناعية ويصرفه على التوعية يصرفه على الكمامات والكفازات وبيصرفه على السيستم الإلكتروني ده أكتر حيوة أخذة فلوس واضح الزروة بتاعتنا سؤالنا الأساسي وده سؤال يعني عدد كبير سأله لحضرتك بشكل مقالب سؤالنا الأساسي الزروة هنوصلها إمتى وإزاي؟ وهل بتتغير من نقطة الثانية ولا لا؟ هي بتتغير كل يوم يعني لو عملنا كيرف للنهاردة يعني لو الأرقام بكرة متغيرة وفي قوانين وبكرة هيبقى مثلاً الحاضر لها تساعة عشرة وإحنا بحتاجين بكرة نشوف حجم الازدحام ده شكله عمل إزاي؟ عشان نعرف نحسب منحنة إحنا بنحسب منحنة يعني على عشر متغيرات عشرة منهم متغير مهم قوي اللي هو R0 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 ده اللي هو الشخص بيقدر يصيب كم شخص آخر بالعدوى المعدل العلامي 2.5 يعني الشخص المصاب بيعدي 2.5 أشخاص سلام ده معدل عالمي ده معدل عالمي كل دولة بتحاول تحط تارجت تحاول تحط هدف ليه يعني ألمانيا كتحط أنها عايزة توصل ال R0 ال R أو الره صفر لنص يعني تقلل الإصابات تقلل من واحد كمان فهنا كل ما هنزود لساعة الحظر ال R0 ده بتتغير لأن التجمعات بتزيد طب إحنا أخر رقم اللينا وفق معدلة ال R0 متغير جداً يعني إحنا كل أسبوع بنبتل نحسبها على حسب الكسافة المربعة 5 لو قلت الكسافة ممكن توصل لواحد فعلى حسب المدن وعلى حسب الكسافة نفسها عاملة إزاي لكن خلينا نقول سريعاً كده إن إحنا يعني بعيداً عن الأرقام تأخير الساعة وده الكلام المهم بقى مش محتاج معاني الناس تزود الزحمة محتاج الناس تقلل معاه الزحمة يعني لو الدولة بتيسر قرارات عشان الدنيا تبقى أحسن والاقتصاد ينتعش محتاج من نحياتنا إحنا نبقى بنساعد الموضوع ده إن الأصوات ما تزدتش فنقلل إحنا كمان معادل R0 والR0 ده 50% حكومة 50% شعب فمن دورنا إحنا كمان إن إحنا نحاول نقلله عادة ما نقتره حلو قوي النهار ده رئيس الوزراء كان بيتكلم إنه مش إحنا الواحدين بس اللي بنفتح ده في عدد كبير من الدول الأوروبية بدأت فتحت عارك تفضلت من شوق قلتلي إنه ألمانيا طرحت خريطة نقدر نسميها خريطة الطريق لفتح البلاد هل في نمازج تانية لدول الأوروبية بدأت تفتح بعد يعني مرورها بشكل مناسب من أزمة كورونا الأسبانيا وده حاجة غير متوقعة حطت خطة للفتح الجزئي إنه إحنا نكونوا نتوقعين أن أسبانيا تفضل كتير في الإغلاق إيطاليا قالت إنها آخر الاقتصاد بتاعها منتصف خمسة بعد منتصف خمسة لازم الأمور ترجع وسموها لل نيو نورمل هي كلمة خطر شوية نيو نورمل الطبيعة بس الجديدة بقى يعني هرجعوا لكل حاجة ترجع لطبيعتها بس طبيعة جديدة أمريكا أكتر دولة حطت بلان واضحة أو الخطة الطريق لحطت من أمريكا كانت واضحة قسموا ثلاثة فيزوس ثلاثة مستويات كل مستوى أسبوعين أول أسبوعين يفتحوا دور العبادة ويفتحوا بعض الأماكن الكبرى والصناعات ويفضلوا قفلين المدارس بعد أسبوعين يعمل تقييم يقيم الأسبوعين اللي فاتوا والإصابات قلت ولا لأ الأسبوعين اللي بعديهم يفتح المدارس ويفتح الشركات ويقيم بعد أسبوعين لو لا أن الإصابات لسه قليلة مفيش ازدياد يخش مرحلة الثالثة يفتح كل حاجة بس ليه يقدر يكمل شغل من البيت يكمل شغل من البيت كل ده من جار سفر ويقفل المكان اللي بيعمل فيه البلان البلان واضحة جدا دي أكتر بلد عملت بيقولوها كده كمبريهنسف بلان خطة واضحة الملامح خطة واضحة الملامح بزرعة لسه ما توفقش عليها طبعا من سبب خناقة ما بين الديموقراطيين والجمهورين بس هي الخطة في حد ذاتها هي جيدة للغاية أكتر خطة مفصلة يعني طيب عندنا دولة سنغافورة عاملة مشكلة في العالم دلوقتي ده كان موديل لنجاح إن هي عملت البيت ونزلت وبعدين للأسف الشديد بدأ منحنا الإصابات يرتفع من جديد ده صحيح إزاي بقى نطبق الموديل ده لأنه يعني نحلل الموديل لأنه في وقت من الأوقات كان فيه باحثين مصريين بيطلعوا يتكلموا ونحن عايزين نمبأ زي سنغافورة ده سنغافورة عاملة البيك وحقق التقدم وإن حصل في سنغافورة خلينا أولا أشكرك على السؤال ده شكرا النقطة دي كويسة جدا لأنه نحن محتاجين الناس غالبا لما تتطمن في حاجة بيسموها الأمان الزائف دي بتحصل عند البلاد جديدة دي الأمان الزائف دي بتحصل في حاجتين دايما في كورونا في حاجتين فيهم الأمان الزائف اللابس كمامة عنده أمان زائف إنه هو مش هيتعادي فبيتعامل بعفوازين عن الزون الدول بقى عم تأكل الدول لما بتحس إن الكيرفر بتدى ينزل يبتدي عندها أمان زائف إن أنا خلص الفيروس مش موجود أقدر إن أنا أفتح تاني المدينة بالكامل نرجع تاني لنفس المعامل R-C-0 R-0 الشخص بيعدي كم شخص أول ما بتفتح تماما المعادل ده ممكن يطلع على عشرة المعادل ده كان في ميرس سبعة ونص ميرس اللي هي متلازمة الشركة الأوسط التنفسية سبعة ونص كانت سبعة ونص فإنت بسهولة لو بقى فيتا كدس المعامل ده يطلع عالي جدا حتى لو أنت افتكرت إن أنت خلاص نزلته لأنه هو متغير على العادات بتاعت الشعب ما هياش حاجة علمية يعني ما هياش حاجة كميحية زائد واحد ساو اتنين هي أنت لو حطيت شخص مصاب وسط فرح في ألف بني آدم ممكن المعامل ده يضرب يبقى خمسمائة فهي مش معتمدة على علم هي معتمدة على قد إيه في زحمة فهي دي معناها وده المدنزمة الصحة العالمية قالته النهاردة مبارح وكان صراحة يعني مقولة تقيلة شوية قال إحنا مش هنرجع للطبيعة للنورمال الجديد ده إلا بعد فترة طويلة كورونا قاعدة معنا فترة طويلة آه ده كلام محطر النهاردة رئيس الوزر هو يتكلم قال تأقلموا مع فيروس كورونا تأقلموا خدوا احتياطاتكم وإجراءاتكم وتأقلموا مع فيروس كورونا من بين الكلام اللي بينقل بشكل واسع دلوقتي إنه لإنه حرك حتى حللتنا ده بشيء من التوضيح في الحلقة اللي فاتت والنهاردة إنه مش بنعتمد بس على الإصابات لكن أيضا نعتمد على الوفيات وبالتالي مش كل الإصابات اللي بتخرج للنور ده اللي إحنا نعرفها أو اللي الدولة تعرفها لإنه قد يكون شخص مصاب ولكن لا تظهر عليه الأعرض هل معنى ده إنه كل إصابة بتعلن جنبها إصابة أو اتنين مش محققة مش معروفة ده سؤال كويش هو خلينا نقول في علم محكتين في كل مرض بيسموها يعني معامل الانتشار معروف ومعامل الانتشار غير معروف فكل مرض في الدنيا حتى السكر وصاد كل حالة متشخصة بالمرض فيه قصادها عدد معين من الحالات غير مشخص في كل الأمراض في كل الفيروسات هي كده في كوفيد ناينتين فيه صعوبة كمان إن أنت عندك 8% من الناس ما عندهاش أعراض فبالتالي قصاد كل حالة معلنة وفيه عدد معين من الحالات أنت متعرفهاش اللي إحنا بنعلنه اللي بيطلع في التقرير اليومي هو معامل التشخيص مش الإصابات يعني إحنا لو قلنا مثلا رقم 3000-4000 الرقم ده رقم الحالات المشخصة مش الحالات المصابة شايفين أنتو الناس بتوع الأرقام دول بيفجؤونا طول الوقت المصطلحات جديدة علينا إحنا وبالتالي لازم نشرحها ولازم نوضح قال لك إيه إنه ده أرقام التشخيص مش الإصابات لأنه في فرق علمي أما بتيجي تتكلم كمعلل رقمي وراجل بتشتغل مع داتا ما بين ما يتم تشخيصه وما يتم أو ما وقع عليه الإصابة سؤال يا فندم وده برضو سؤال بيشغل الناس كتير يعني العدد الإختبارات بيحدد بشكل أساسي المكان بتاع الدولة فيه أو النموذج إحنا وقفين فيه هي توجه الدولة ممكن يبقى توجهها إنه عايز يعمل مثلا مناعة قطيع وعايز تأكد إن مناعة القطيع يعني النموذج بتاعها حشغال في البلد فيعتمد زي ألمانيا إنها تعمل تحليل عدد كبير جدا عشان تعرف فيه عندها كام تحليل سلبي وكم تحليل إيجابي حشان تعرف هل مناعة القطيع بتشتغل أو لا أو تحليل للمناعة فهي توجه الدولة بيعتمد على كده أو إن أنا أقول إن توجه الدولة بيسموها برو أكتف أو فيه مبادرة إن أنا هروح أنا بنفسي أعمل تحليل عشوائي للناس زي أمريكا ما بتادي تعمل للوقت لكن ده ما بحصلش عندنا لسه إحنا عندنا حاجة بيسموها الرياكتف تستنج يعني أنا لو عندي حالة مشتبه فيها بعملها تست بعمل حاجة بيسموها تقصي الحجر الصحي إن أنا أشوف الحالة تخلطت مع كام حالة وببتدأ شوفها لغاية ما أوصل ليه الحالة صفر الاندكس كيس وأعمل ليهم كلهم تحليل فده بيسموهم رياكتف فهي البلاد على مستوى العالم متقسمة للثلاث نمازج دول على حسب الهدف بتاعة الدولة سؤال أخير عشان تتربينز هل مدة بقاء الفيروس في دولة ما لسبوع العاشر التاسع الـ 11-12 هل الفيروس بيضعف ولا بينشط ويقوى هل ليها معاملة؟ هي ليها موسم يعني هو الموسم ده الفيروس زي ما هو لما يخلص الموسم ويختفي الموسم اللي بعده غالبا بيجي أضعف في كل الفيروسات اللي فاتت غالبا ده كان بيحصل تنتهي الموجة دي الموجة اللي بعده يجي الفيروس أضعف الموجة اللي بعده يجي أضعف وهكذا طيب معلش برضو سؤالة خير أنا آسف هل في مصر دلوقتي في أي حالات تسجلت بدأت تتعالج ببلازمة دم؟ في حالة دخلت في الاختبارات السرية فعلا وبيتنقل لها حاجة بيسموها بلازمة المتعافين حالا جوا مصر جوا مصر كويس وبيأخذوا بلازمة شخص تعافة من كوفيد 19 ويدوها لشخص لسه مريض بالحالات عشان يساعدوا الأجسام المضادة عنده أن يتقوم المرض ده كلام مهم جدا أعتقد آخر حاجة طرحها الدكتور إسلام إنه في حالة بدأت تعالج فيما تعلق أو بروتوكول علاج تحت مسمى بلازمة دم إنه بلازمة المتعافين علشان يتعالج بيها إن شاء الله المصابين يا ربنا يسهل يا رب هذه التجربة السريرية تتم على خير وتنجح حويب بدأ بروتوكول معتمد عندنا هنا في الدولة المصرية الحقيقة طول الوقت أنا باب بحريس جدا 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 أصطريفه الدكتور إسلام فاهم واصخ من نفسه عنده داتا دايما ومعلومات وبيشرح لنا بشيء من البساطة والسهولة فبيخليك تعرف الأرقام وتحللها وتوصل لنتائج حقيقة لها لأنه للأسف كل البيانات اللي بتخرج هي بيانات فقط مجردة بتحتاج إنه حد ياخد بإيدك ويحللها أنا بشكر جدا جدا حضراتكم واشكر دكتور إسلام على الاستضافة شكرا جدا فاند من نورتنا في الستوديو كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب دايما رمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ثم ترجماتي 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 شكرا